تاريخ أنا عمري لم أقدر أنسى اللقطة طيب إحنا معنا اللقطة طيب تعالوا شوف اللقطة ده ضيف النهاردة كابتن أحمد سمين هم أطلقوا عليك بيبو آه طبعا لأنه أنا ده عتزال كابتن إكرامي ده عتزال كابتن إكرامي إنما قبل ده سنة تسعة وتمانين سنة تمانية وتمانين نزلت في المباراتة عتزال كابتن محمود الخطيب قدام مئة وعشرين ألف متفرق في كابتن إكرامي كان حضور الجماهير عشرين ألف متفرق ثلاثين ألف متفرق إنما في عتزال كابتن كان عندك كم سنة في الوقت؟ هنا دي 11 سنة عندك مهارة عالية في تحكم في الكرة وانت 11 سنة المهارة دي يعني حاجة من الحاجات الحلوة لما العيب يقضى في سن صغير يتحكم في الكرة بكل عضاء جسم لا ده هو اليوم ده شرف لي أن الكابتن هو اللي يعني كان دي بعد ما عتزاله بسنة فأنا أنا بنطق لقيت الكابتن أنا أنا تخضيت لقيت الكابتن نازي يقول لي تعالى يا أحمد نطق فاكرة قال لي تعالى يا أحمد نطق سوي أنا ما بقيتش مصدق نفسي بصراحة طب عندنا اللقطة وهو بنطق فيها تزال الكابتن وحمود الخطيب هيجي هيجي مهالك دلوقتي ها 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 تفضل لك بسنة فطبعا ده يعني ده اليوم ده عمري منساة في حياتي لأن أنت توقف قدام أسطورة كبيرة وحاجة أسطورة مصر طبعا فما يعني كنت مغدود جدا وخايف جدا ولكن يعني دي حاجة لغاية أمموت يعني تتحطي لي بقى في السي في إلي اختلف زمانين وإنت رايح بقى انت لسه ولد صوت يا